ومن الوسائل المعينة على حضور القلب في الصلاة اعتياد انتظار الصلاة والاستعداد والتهيؤ لها استحضار عظمة الله تعالى حال الوقوف بين يديه تذكر الموت وملاقات الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع إزالة ما يشغل ويشوش على المصلي من مكان الصلاة النظر إلى موضع السجود عدم الالتفات لا بالقلب ولا بالوجه الصلاة إلى سترة ودنو منها فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاة ترتيل القرآن وتحسين الصوت به وتدبر ما يتلوه من الآيات قال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الدنوب ما لم يؤت كبيره وذلك الدهر كله ترجمة نانسي قنقر